طيب خلينا نروح بقى الموضوع تاني وهو مختلف شوية اليوم الوطني الأسباني اللي تم الاحتفال به خلال الأيام اللي فاتت وده حديدا يوم 12 أكتوبر اللي كمان يوم 12 أكتوبر على فكرة وصول كريستوفر كلامبس لأمريكا سنة 1492 وتم اكتشاف أمريكا بيتم فيه بقى خلينا نرجع لأسبانيا عشان بس منقول بيتزامن في نفس اليوم الوطني بتاع أسبانيا فيه تنظيم عرض عسكري سنوي وده اللي تبعيته كل وسائل الإعلام في العاصمة الإسبانية مدريد واللي لفت نظر بقى في هذا العرض ان الجيش الأسباني كانوا مسكين معاهم او يعني فيه تابع ليهم مجموعة من الماعز او المعيز اللي شاركت في العرض فده طبعا كان شادد الناس في الفيديوز اللي نزدها في الاحتفال ده كل جندي كان معاه معزا يعني ايه طبعا ان هو يتم تمرينها وموجود قدامنا على الشاشة ان هي ازاي تشارك في العرض العسكري وده مش اول مرة تحصل لان كمان بقى ليه عليني عشان ناس كانت بتتساءل ليه احنا دورنا وعرفنا انه ده عشان بيعتبر تميمة الحظ اللي بيتفائل بيها الأسبان خصوصا في العيد الوطني عشان كده شفنا الماعز موجودة في الفيلق الأسباني من جديد وهي بتستحوذ على اهتمام المتابعين للاحتفال فده طبعا من الحاجات اللي ممكن الناس كانت تستغرب أو تتريع عليها لكن ليها عندهم زي ما بيقولوا رمز معين بيعتبروها تميمة الحظ في الماعز عشان كده شاركت معاهم في هذا العرض ايه رأيك في العرض؟ عرض جميل يعني اشتركوا في القناة